السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة الفيديو تعلوم على تحذيرات عيد الأضحى المبارك جبت لكم العيد قبل ما يوصل رايحا نبرتاجي معكم إن شاء الله طريقة تنظيف زليف كيفش نقواه وأيضا طريقة لي نقطعوه بيها ونشارك معكم أيضا بعض الأطباق لي تقدروا توجدوها بهذا الزليف لي يهموا هذا الفيديو ونقول لكم ابقوا معايا للآخير ولي ما زال ما اشتركتش في القناة نقول لها مرحبا بك حبيبتي اشتركي في القناة فعلي الجرس هكا توصلك كامل الوصفات المقبلة وما تنسوش حبيباتي لايك للفيديو وتبرتاجيوه مع الأهل والأصدقاء بالنسبة للزليف احنا نشوطوها عادي على الطابونة عندنا طابونة خاصة نشوطو فيها الزليف في الجنان يعني الريحة كامل ما تقعدش في المطبخ بالنسبة للناس اللي ما عندهمش طابونة يعني خاصة بالزليف ممكن تغلفوا طابونة تعكم بالأليمنيوم ورق الأليمنيوم حتى تحافظوا على النظافة تحتها يعني ما تتوسخ لكم مش بزاف وكي تكملوا رايحين تنحيوا الأليمنيوم وتغسلوها يعني غسلة خفيفة ويعني هكا تحافظوا على النظافة تحت الطابونة تعكم فوالا هنا كيما كم تشوفوا يمالي راهي تشوط في الزليف بطريقة يعني تقليدية بسيطة جدا احنا نحطو الزليف هكا فوق الطابونة وبالموس تبقى وتنحوف كامل للشعر من كل الجوانب ونفس شيء بالنسبة للرجلين يعني طريقة راهي واضحة وبعد ما شوطنا مليح الزليف وتأكدنا انه شعر تنحى منه تماما نروحوا للمرحلة الموالية اللي هي الغسل تاع الزليف بالنسبة للغسيل انا نفضل نحط الزليف تاعي ونغمره في الماء يعني نحطه في باسينة ونحط عليه الماء نخليه حوالي 10 دقائق حتى يتنفخ مليح ويجيني لحكان تاعه سهل فوالا بعد ما يتنفخ مليح نجيب لافت تكون مليحة انا شخصيا نستعمل تعميد هناك لانهم الافضل اللي لقيتهم في السوق لحد الان يعني نستعمل بالنسبة للزليف هذي صغيرة اللي يجي اقتصادية يعني ساشي واحد يجي وفيه زوج تاعلي لافت يعني الحجم التحهم مناسب جدا بالنسبة للعيد و للزليف هذي لافت الميزة التحهم انهم يجوا حروشة ويجوا صغار بحجم مراحة اليد يعني الاستعمال تحهم رايح يكون سهل بزاف وهذي الحبيبات اللي فيهم لحروشة هكا ومقاومة للصدق تعطي لنا يعني نتيجة هايلة في الزليف هذي هي وبالنسبة للخالط اللي نخسل به هنندير درت شوية ما مع شوية بركتاع غسيل او سائل غسل الاواني نحط معاهم شوية ملح و عصير نصف ليمونة بالنسبة لي ما عندهم ليمون ممكن يعوضوه بالخل بعد ما وجدت هاد المحلول اللي رايحة نحك به نبدأ نحكم لعفت تاعي ونبدأ نحك في الزليف تاعي حتى يتنقى ملاح ويولي لون تاعه ابيض بالنسبة لهذا اللي لعفت تعميدينت كان بزاف فيكم اللي يقولولي يعني مع الوقت يتصده ولكن انا نقول لكم تأكدوا من الماركة دايما كيت رحوا تشرو يعني يشرووا اللي ميدينات ومبعدة يعني رجعوا لي بالاخبر واذا كانوا يتصده ولا لا لا كسوة هاد الالعفات ولا الانشاشف تحهم حاشاكم ولا هادو كشيفونت تاع الميكروفيبر يعني لقيت انا لقيت بلي هاد الماركة ممتازة لكن مش شفتهاش ملاحة اكيد ما نش رايحة نبرتاجيها معاكم فالا اذا نحك ملاحة لازل يفتاعي نحك الرجلين ملاحة ونشللهم جيدا لازم تشلهم ملاحة حتى يتنحوا كامل البقايا تاع الاثر تاع هادك السائل تاع الاواني يعني تشلوا تعودوا تشلوا تعودوا حتى يخرجوا كما راكم تشوفوا لو انت حم ابيض ونفس شيء بالنسبة للراس الراسة نفوت عليه ملاح بهذاك النص حبات على الليمون يعني حكيته ملاح فقط بالليمون ونبعد بهذيك اللافت حكيته جيدا حتى تنحاتلوا كامل هذيك الكحولية هنا هاد النقاط من جهة الانف حاشاكم هي يعني اصلية في هاد الخروف يعني ماهيش ماهيش تعتشواط هاد الكبش تبالي فيه عندولي جرين دبوتي صهلا بعد ما خصلت زليف تاعي جيدا هنا كما راكم تشوفو خويا را هي قطع فيه بنسبة للطريقة لي تقطعوا به الزليف احنا نقطعوه بالمنشعر عندنا منشعر خاص للزليف واللحم يعني يقطع بدون صوت فقط يحتاج شوية جهد عضالي ويتقطع بكل سهولة وبكل احترافيا كما راكم تشوفو يعني الزليف يتقطع بكل سهولة وهنا بعد ما قطعت كامل القطع تعزليف ونفس شيء بالنسبة للرجلين حطيتهم في انكوكوت رايحا نوريلكم يعني كيفاش نطيب هنا الزليف تاعي مبدائيا يعني الطياب اللول ومبعد بهذا الطريقة تقدروا تطيبوا به اكثر من طبق يعني مبدائيا هنا تحطوا الزليف تاعكم في الكوكوت تحطلوا كمية مليحة تعد ثوم بها بقشورها تغسلوها جيدا هنا حطيت الرند ايضا تحطوا ربع ورقات حتى الخمساء الصغار درت الملح ودرت الفلفل العكري والكمون كمية مليحة تعد الكمون ظولة ونمرق بالماء بارد يعني نحط هنا كلش بارد فيه بارد نمرق بكمية مليحة تعد الماء يعني قسمي طيب لزليف تاعي ونغلق لكوكوت تاعي ونحطها فوق النار الطيب يعني طيب اللول هنا طيب اللول تخلي وهي يعني يدخلوا مليح طيب ما يطيبش نص طيب فقط يطيب جيدا وبعد ان شاء الله نتلاقى ونعطي لكم افكار كيفاش تقدروا طيبوا هذي الزليف بالنسبة لي يا ريحان طيب شطيتها الزليف لانها المفضلة عندنا في البيت ونعطي لكم افكار يعني الاطباق اخرى تقدروا طيبوها بهذا الزليف بالنسبة للطيب اللولاني شوفوا الناتجة يعني رحي طيب بنين هذي الزليف مش برك في الماء والملح يعني تبلناه ودرنا له توم وزعيت والرند على الفن يعني طاب بنين هذي الزليف تقطعوه تنحيولو كامل العظام وتقطعوه قطع صغيرة هكا تقدروه تطيبوه شطيتها كي ما رايحان ديرها اليوم تقدروه في الفرن نديرولو شرائح تا الطماطم ودرسة مليحة وترجعوه للفرن يتحمر يجي رائع ايضا كي ما تقدروه تاكلوه فقط هكا كي الناس يفضلو ياكلو هكا وبارد يعني ما يكونش سخون حتى ما ما يضركمش يجي بزاف بنين يعني يصدقوني هكا يعني بلما تعودوا طيبوه بشطيت حاوله يجي ذوقتها ورائع لانه طيب له ودرنالو نكهات ليحتاجه وبالنسبة اللاصوس ولا الماء اللي طاب فيها الزليف اكيد رايحان نصفيوه كي ما راكم تشوفوه انا صفيتو هنا في كسر هنا وكي ننطيب رايحا نمرق بهذا اللاصوس يجي شطيت حتاعي فغيما بزاف بنينه يعني ما نرموش هادا الماء اللي طاب فيه الزليف رايحان نطيبو به كي الناس يطيبو به يعني حتى الروز ولا يطيبو به بركوكس يعني يعطي ذوق رائع للاطباق وبالنسبة لشطيت حتاعي حطيت في الطاجين تعي كمية تعال التوم حطيت الفلفل الكحل ما درتش الملح لانه رايحان طيب بهذا اللاصوس اللي فيها الملح درت فلفل الكحل وشوية فلفل عكري والفلفل الحار اكيد بالنسبة للناس اللي تحب شطيتها حارة جي بزاف بنينه اكيد تكون حارة وكمية اللي بس بها تاع الكمون عبلكم بالزليف يحب الكمون بكميات مليحة فولا نقلي التوم تاعي فقط شوية مع الزيت مشي بزاف وبعد نحط فوقها القطع تاع الزليف نرتب القطع تاعي تاع الزليف بهذا الطريقة ونبقى نخليها على نار متوسطة نقليه نبدأ نقلب في الزليف تاعي حتي يتقلى مليح مع التوم ويدي النكهة تاع التوابل مرة اخرى وبعد ما تقلى جيدا نحط فوقو كميات على الحميصة هنا عندي حميصة طيبة هاد الحميصة ليكم تشوفو فيها خضره هكا ماهيش حميصة يبسة هي حميصة خضره يعني من الشجرات على الحميصة مباشرة للقدره هنا هي الحميصة اللي تكون خضره تجي بزاف بنينه يعني خرم اليابصة تخيلو كيمة الجلبانة اللي تكون خضره والجلبانة اللي تكون يابصة البواكاسي يعني فرق كبير بينتهم مرقت بالمارق بالمارق اللي طاب فيه الزليف ونخلي زليف تاعي طيب على نار هادية مايش طيب هنا كل شرح طيب فقط يتجمر وكي يبدأ يغلي رايحا يعني نفهمكم وقتاش يكون هاد الزليف واجد هنا انا محطيتش طماطم مصبرة نحب نكتافي في الزليف بالفلف العكري خاصة كي يكون العكري شباب يعني يعطيلي لون شباب ببلا ما نحتاج الطماطم المصبرة اللي تعطيلي خموضة وتغيرلي شوية لون عفوا ان الذوق تاع شطيطها كي ما راكم توفو شطيطها تاعي رايحا يتغلي وقتاش نعرفو باللي رايحا يوجده كي تتنحلها كامل يعني هادك الرغوالي تتشكل في اللول لازم تتنحها كامل نعرفو باللي شطيطها تاعنا رايحا يوجده ظالا هنا طفيت على شطيطها تاعي ماذا رايحا يتغلي كي ما تعرفو الطاجين تعطيني يبقى يغلي ونقيت كامل البوتاجي ودرت لوت جافيل ونقيت جيدا على بلكم رايحا تاعزليف تقعد كي ما كم توفو يعني فحفحت كامل الدنيا قبل ما نفطروا هكا يعني نفطروا في النقا وهذا كسبك كامل تاعزليف والريحا تاعزليف كامل تنحت ظالا كي ما كم توفو البوتاجي عندي راح كامل فارغ فقط هاد المنظيمات تاع الثلاجة كنت خسلتهم يعني خلاصت منهم الخضرة خسلتهم وهنا حطيتهم فقط يقتروا بشهم بعد نعودوا نرجعوهم بالنسبة للثلاجة ايضا تنظفوها وقبل العيد يعني وتحاولوا تتفرغوا كامل هذيك الخضر القديمة حتى تشريوا خضر جديدة يعني للعيد وخاصة لي طيبوا طعام نهار الثاني تعليد يبازيوا على الخضر تاع الكوسكوس فوالا هدا هو الشكل النهائي تعشطيطها تاعي كي ما راكم تشوفو اللون تحا هايل والحميصة هذي الخضرها اللي قلت لكم يعني يعني اعطات ذوق مميز بنين بزاف مختلف على الحميصة اللي تكون يبصى ذريت لها شوية تاع الكمون من الفوق كاضافة ويكون طبق تاعي واجد كي ما راكم تشوفو وفي الاخر نقول لكم شاهدكم في الجنة ونقول لكم ايضا اللي عندو اطباق اخرى يديرها بالزليف ممكن يشاركها معنا في التعليقات هكا كامل نستفادو قبل العيد بحول الله وفي الاخر ما بقالي غنقول لكم مطه الله وفروحكم نحبكم بزاف نتلقوا في فيديو مقبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته